اشتركوا في القناة لما اوداهم لجيتهم سافروا والريح بدفعهم ندهت يا رئيس البحرين رشاهم هدول احباب الروح ومفتاح الغالب ماما نغطر وصر لي سنين مع كل طالعت شمس صابر وكل حنين ترجع ليالي الأمس انا طر وصر لي سنين مع كل طالعت شمس صابر وكل حنين ترجع ليالي الأمس خوفي كبر وصار محبوس جوا الحل من نده وبين ده ما عودنا نرسناه صحرا وعطاش ودموع ودموع وفراج بباد وفراج لعرفنا يوم رجوع بس فينا الأمل فاك صحرا وعطاش ودموع وفراج بباد وفراج نعرفنا يوم رجوع بس فينا الأمل فاك لا ما امتهى كل شيء ما تكسرت نحلة لابد يوم النعوم يلقونا ونلقاهم طلعت برالخالة لما اوداهم لقيتهم سافروا والريح بدفعهم ندهت يا ريس المحرين رجعهم هدول أحباب الروح مفتاح القلب معهم انا اسمي حلنا الحج حسن مغنية من جنين ومهتمة بالموسيقى العربية عشان هيك درست موسيقى عربية في جامعة برزيت وبغني أكتر من لون اللي هو العربي الترابي وكمان مهتمة بالتراث والتراث الشامي من ضمن التراث الفلسطيني وتراثنا العربي بشكل عام وأنا بدرس الموسيقى التربية الموسيقية في المدارس للأطفال وكمان الغناف في جامعية الكمانجاتي التحديات اللي ممكن تواجهنا كموسيقيين في فلسطين لحد الآن هي الانتاج مفيش شركة الانتاج اللي تجمع كل العناصر ما بعض لنوصل للمرحلة النهائية للانتاج الموسيقي كمان التمويل عنصر صعب واللي هو المؤسسات اللي بده هتمويل هي بده تفرد عليك نوعا ما يا النوع الموسيقي يا القضية اللي بدك تمشي فيها فدائما الفنان بده يكون عنده شغل تاني جنب الموسيقى سواء كان مدرس أو لا بس مش مؤدي ما رح يعيش مؤدي أكو فنان عشان يقدر ينتج بحرية في المرحلة الحالية عم بشتغل أكتر تراثي أكتر بيعني في مشروع جديد إنه أغني أغاني نسائية اللي بتخص حفلات الحنة النسائية وبفكر إنه يعني في حاجة رجعة الناس بمناسبات ها تطرح هذا الإشي دائما ما نشوف مغنيين في الأعراس تاعت الشباب بس في الشيء نسائي فعب أستكشف أكتر في هذا الجانب بس بنفس الوقت بخاف إنه يأخذني التراثي وأنا كمان بغني طربي مهتملة في الموسيقى العربية الكلاسيكية بس اللي بحب أشتغل عليه في المرحلة الحالية هو إنه ألاقي خلطة بين كل اللي سمعته كأنواع موسيقية ويكون في نوع من التجديد لأنه بحس الموسيقى يعني اللي بغنوا عربي كلاسيكي منحصرين في أغنية السبعينات يعني أنا كتير بحب وبضل أغني هذا الإشي بس بحاول إنه طيب وبعدين إيش إحنا بدنا نطرح في هذا العصر يعني بحب إنه أطور أغنية من هاي الخلطة وكمان يقدروا الناس يسمعوها واللي خلاني أكمل أغني هي عن جد إنه بأصعب اللحظات بلاك حالي بغني يعني عن جد هي يمكن يبين لي بحكيه كل شيء بس هي جزء من التعبير إذا أنا أبعدت عن الموسيقى شوي حتى وأنا أعلم إذا أبعدت عنها كأدالة تعبير فعلاً يعني بتأثر موسيقى 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 يا أمي اسمعي وتذكري كانون يلي راح كيف الشتاء وتطين خير وزيال لكريت يا أمي اسمعي وتذكري كانون يلي راح كيف الشتاء وتطين خير وزيال لكريت يا أمي وهكي مشيت يا أمي وهكي مشيت لما قلت راح غير بحالي يا أمي وهكي مشيت يا أمي وهكي مشيت لما قلت راح غير بحالي لنه الحارب لنه الفقر لنه البارد بدهن سفر هيك الشتاء والحب بدهن تفى وبلور ينزف مطر وكستانا عن نار ترقص وكستانا عن نار ترقص وكستانا عن نار ترقص وشوي تصور وشوي تصور وشوي تصور وشوي تصور اه قابل الماء ضايع متل اللي جاي موجوع صوتك موجوع سوتك موجوع حالي موجوع حالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة